تقرير المخيف بالمناسبة ما راح متفرج على تقرير على واحدة من القنوات العالمية يعني اللي معناها بهذه الأمور واضح أنه تغير المناخ والانبعاثات الكربونية هي مش مجرد شبح هي موت يخيم على هذا الكوكب وفي الناحة التانية بدأنا نشتغل على أنه لازم يبقى فيه طاقات أو أنواع طاقة بديلة وتبقى غير ملوثة للبيئة نقدر نخلق الميزان ده إزاي بس الأول يقصد الكربون الاسود ده ده شيء مرعب أنا أقول لسيادتك أؤمن على كلام حضرتك بما قاله أنطونيو جوتيرش السكرتير العام للأمم المتحدة في إغلاق كوب 26 في جلاسجو لما ما عرفوش يوصلوا الاتفاق هو طلعت وثيقة بيسموها وثيقة جلاسجو ولكن كان الالتزامات فيها ضعيفة جدا وهي دي اللي تحولت لكوب 27 عشان ياخدوا فيها التزامات حقيقية فقال للعالم كله أن التأخير يعني الموت إحنا النهاردة اتأخرنا بما فيه الكفاية هتتأخروا أكتر من كده وما تاخدوش قرارات تنقذ البشرية وتنقذ كوكب الأرض التأخير يعني الموت طب ليه بقاه علشان هناك غازات احتباس حراري تنطلق من مصادر عديدة على وجه الأرض تنطلق من قطاع الطاقة وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع النقل وقطاع المخلفات القطاعات الرئيسية للاقتصاد في أي دولة تنبعث عنها ابتعاثات لغازات الدفيئة مهولة حوالي 3 غازات دفيئة رئيسية ثانية أكسيد الكربون عشان كده بيتكلم عن الكربون الأسود وده بيمثل حوالي من 60% ل 65% من إجمال ابتعاثات العالم كله عشان كده الكربون الأسود ده مايل ستون ده ده ليه ثقل كبير جدا في الابتعاثات ولسه هكمل وقوله حضرتك قد إيه للثقل ده يعني بيمثل إيه فهي حوالي التلتين تلتين لابتعاثات العالمية كلها جاي من الكربون الأسود اللي هو ناتج عن احتراق الوقود الأحفوري أو جميع المواد الاحتراقية بيأنتج عنها غالبا ثاني أكسيد كربون أو غازات أخرى تعادل بثاني أكسيد الكربون بعد كده إحنا عندنا الكربون بيمثل زي ما قلت 66% الميثان بيمثل حوالي 20% تقريبا وبعدين أو أكتر حوالي 30% وبعدين مجموعة غازات تريسز بإجماليها بيبقى حوالي في حدود من 5% ل 6% لكن البلق الرئيسي الكربون ليه؟ لأن حرق الوقود الأحفوري الذي يستخدم في الطاقة والطاقة هي مسؤولة عن حرق الوقود الأحفوري ده بيتسبب عن إطلاقات ضخمة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون فإذن حرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة والطاقة مسؤولة عن 66% من البتعاثات والإجمالي لبتعاثات 66% منها كربون واخد بالسيادتك عشان كده ينظر للطاقة أنها مربط الفرس في حل المشكلة كلها ولذلك تلاحظ سيادتك في الكوب 27 أن بايدن جاي يقول إحنا عايزين ندفع مصر على طريق تعظيم الطاقات الجديدة والمتجددة وهندي 500 مليون دولار طبعا ده مبلغ بسيط جدا جدا بالنسبة لفكرة أن دولة تدفع في طريق الطاقة النظيفة ده مجهود ضخم وعايزة ده بس المشروع بتاع الشيخ محمد بن زايد ده ده الوحده هيضخ أكتر بكتير من المبلغ اللي قاله بايدن يعني اللي هو مزرعة الرياح 10 جيجا طن على خليج السويس تقريبا فإذا المسألة عايزة كتير لكن الكل عمال يتكلم عن حاجة اسمها الطاقة الجديدة والمتجددة طب إيه الطاقات الجديدة والمتجددة الطاقات الجديدة والمتجددة يتقدمها الشمس ورياح وطاقة حرارة باطن الأرض وطاقة الكتلة الأحيائية ده فيه بقى طاقة المد والجزر طاقة الأمواج فيه بعض حاجات لسه صغيرة بتنمو تكنولوجيا لكن دولة رئيسيين طيب ينتظر للطاقات الجديدة والمتجددة أن تستقص الأدئي من الغازات سلة الطاقة اللي احنا بنعتزم أن هي تطرح في العالم الجديد النهاردة فيه حاجة يمكن برضو الناس سمعت كتير شعار اسمه التحول الطاقي التحول الطاقي ده دي صيحة بدأت من حوالي عشرين سنة أطلقها مجلس الطاقة العالمي علشان يقول للناس غيروا عاداتكم في استهلاك الطاقة ولا بد يوما ما أن نتحول عن الطاقات الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فالنهاردة احنا في مأزة كبيرة علشان تقلع عن الطاقات الأحفورية الطاقة مكسف لرأس المال مشروعات مكسفة لرأس المال مش معقول يبقى عندي محطة غاز ناتشورالجاز دفعت فيها 2 مليار يورو وقفلها بكرة لا ده أنا ما بستردش رأس المال اللي اتدفع فيها إلا بعد عشر سنين فلازم تخدمني 25 سنة العمر الافتراضي على الأقل وبعدين أقدر أفكر ففكرة أنه هنسيب الوقود الأحفوري ونجري لا مستحيل ده احنا مع الوقود الأحفوري لحد حوالي سنة 50 أو 60 لكن الصيحة بتاعة الانيرجي ترانزيشن هتعمل دكاي في استخدامه هتقلل روايدا 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 إلى أن نستطيع أن نتخلص منه تماما داخل في السلة إيه بقى بقى دلوقتي داخل قلت الطاقات الجديدة والمتجددة وداخل كمان طاقة الهايدروجين بس الهايدروجين كحامل للطاقة وأنا هشبح دي لأن أنا سمعت سياتي في التقديم بتتكلم عن طاقة الهايدروجين هتكلم عنه كحامل للطاقة وبعد كده يعني في أنواع أخرى من الطاقات الطاقة النووية الناس مش واخد بالها إن الطاقة النووية دي مكافح عظيم للتغير المناخي لا يصدر عنها مطلقا ملوسات للهواء ولا يصدر عنها مطلقا غازات ابتعاز غازات حراري فأيزا الطاقة النووية دخلة في السلة في تقرير لمجلس الطاقة العالمي صدر بعنوان الطاقة وتغير المناخ energy and climate change the way forward السبيل قدما قال إيه؟ قال إحنا عندنا حاجة اسمها مسلس التثبيت الإنبعاثات بتزيد كده بس إحنا عايزينها ما زيتش عايزين نسبتها كده فعايزينها تيمشي كده ما زيتش أبدا لكن هي بتزيد كده قال فيه سبع تكنولوجيات كل تكنولوجيا تستقصل سبع من الزيادة فنستخلص من السبع تسباع ونركز على تثبيت غازات الدفيئة فقال نستطيع إن إحنا سبعها تشيله الطاقة الشمسية سبعها تشيله الكفاءة رفع الكفاءة سبعها تشيله الطاقة الرياح سبعها تشيله الطاقة الكتلة الأحيائية سبعها تشيله القوى النووية سبعها تشيله تكنولوجيا جديدة اسمها اقتناص الكربون وتخزينه إذن هو بيعول على بدل الزيادة المطاردة في الإنبعاثات إن إحنا نسبتها من خلال مسلس التثبيت الذي ينطوي على سبع تكنولوجيات طيب أنا هستأذن حضرتك هتوقف عند النقطة دي أروح فصل سريع جدا وارجع مرة تانية أنا مبهور باللي بسمعه من دكتور ماهر بصراحة خليكم معانا بعض الفاصل فقدنا 2 مليار هكتار غابات ده معناه إن إحنا بنفقد من رأة العالم خلوني أجدد الترحيب مرة تانية بالدكتور مهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي وتوقفنا مع دكتور ماهر على إنه هناك سبعة من العوامل هتمنع زيادة الإنبعاث ولكن هيصبح الوضع مستقر بس هل الاستقرار ده أنا هكتفي به كمواطن عالمي كجنس بشري ماهر كده لازال الكوكب برضو ملوس ده سؤال عظيم هل هنستقر على زيادة لا تزال تدمرنا ولا هنستقر على حاجة قادرين ننزلها أكتر وأكتر السؤال ده ممتاز جدا لكن إحنا وضح من مسلس التثبيت إن في سبع تكنولوجيات رئيسية توصلنا للتثبيت دي المرحلة الأولى قالوا من سنة 22 لسنة 35 نستطيع من خلال التكنولوجيات السبعة إن إحنا نحد من الزيادة ونثبت غازات الدفئة نثبت الابتعسات اللي طلعها حتى الآن على ما هي عليه 35 من 35 فصاعدا الفكرة المطروحة إن إحنا نفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وبين نمو الانبعاثات عايزين نصل إلى ننمو اقتصاديا زي ما إحنا عايزين والانبعاثات ما تنموش أبدا فده الخطوة الثانية الأعمق وأيضا ننوط بالتكنولوجيا تعالى النهاردة إحنا بالضبط إيه الوضع سنة 2010 كان صافي لابتعاسات الكربونية حوالين جو الأرض 30 مليار طن ثانية وكسيك كربون معادل إحنا لو مشينا زي ما إحنا النهاردة هنطلع لحد سنة 30 نوصل لـ 54 مليار طب 54 مليار دي تساوي إيه تساوي 2.7 من 10 من الدرجة المقوية قال له ده إحنا عايزين نقف عند اثنين ولو خير وبركة نقف عند واحد ونص إنما زيادة درجات حرارة أكتر من درجتين هندخل في كارسة لا يحمد عقبها أبدا فأقصى شيء نستطيع أن نتحملوا من الكوارث ما يحدث عند حد زيادة قدره درجتين بس طب عشان نقف عند درجتين ما يصحش تزيد لابتعاسات سنة 30 نحن قلنا لو مش كينا كده ربعة وخمسين لما يصحش يزيد عن 38 مليار يبقى الفرقي 16 مليار زيادة طيب لو عايزين بقى الطموح الأكبر نقف عند درجة ونص لا لا نحن ما يصحش نزيد عن 32 مليار يبقى فيه 22 مليار زيادة فالتحدي أصاد العالم الآن أنه لازم ينزل بالابتعاسات ما بين 16 إلى 22 مليار دول لازم يخفضهم لازم يخفضهم أنا أقول لحدتك حارة مبشرة جدا التحول الطاقي اللي احنا بنتكلم عنه ده بيعتمد على استخدام الوقود الأقل في محتوى الكربون يعتمد على التحول إلى الطاقات مصادر الطاقة غير الاحتراقية كل المتجددات وحوامل الطاقة الهايدروجين وخلافه والنووي لأن النووي ما بيحرقش وقود النووي بيشتغل في تفاعل كيميائي بالنسبة لعوامي ديورينيوم فده مش احتراق ده تفاعل كيميائي فالطاقات غير الاحتراقية أعلى كفاءة نستطيع أن نصل إليها المواد الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في البطاريات الحديثة جدا فائقة والمكستفات فائقة القدرة والهايدروجين كحامل للطاقة دي المواد الجديدة والتكنولوجيات الجديدة وفي نقطة تانية مهمة جدا بالنسبة للطاقة المتجددة توسع من استخدامنا فيها اسمها المزج بين الطاقات المتجددة والرقمنة لأن لما بركب نظم المعلومات مع الطاقة المتجددة بقدر سيطر عليها وزودها في الشبكة بشكل كبير طيب خلينا بقى ده التحول الطاقي إحنا لو نجحنا في التحول ده أنا قلت مسؤول يعني التلاتين مليار تلتين هم مسؤول عنها الطاقة عشرين مليار لو نزلنا بس نصهم ماذا ما يبتعس من قطاع الطاقة عشرين مليار تن ساني أكسيد معادل يبتعس عشرة استحول الطاقي ده قادر أن يوصلنا لا يبتعس سوى عشرة بس عارف سيادتك نبقى أنقذنا الكون وأنقذنا الكرة الأرضية وحلنا المشكلة من أساسه لأن عندنا هنبقى بعد كده المستوى اللي موجود عشرين مليار فقط وده قادرين على السيطرة عليه مية في المية وفي الوقت نفسه لا يؤدي إلى ارتفاع ضرف حرق أكثر من واحد وستة من عشر واحد وسبعة من عشر بكتير قوي إذن الحل موجود وده الأمل ده الأمل اللي أصبح حي جدا ويدرب الجميع عليه في كوب 27 إن هما قعدوا ستة وعشرين كوب يتخنقوا ييجوا على مسألة المسئولية لا أنت المسئول لا أنت المسئول الدول الكبرى هي اللي بتولوس الدنيا وإنتوا اللي بدأتوا الصناقة تصنيع التانيين لهم لا أنتوا دلوقتي برضو بتنمو نمو كبير جدا والعجلة التزايدية بتاعت النمو بتاعتكم هائلة فبتاعساتكم ببتدت تزيد عن بتاعساتنا فعلا من سنة 2007 كنا كانت الدول النمية بتصدر 12 مليار تن والدول النمية بتصدر 20 مليار تن لكن معدل الزيادة لابتاعسات في الدول النمية كان 200 في المية ومعدل زيادة لابتاعسات في الدول المتقدمة 70 في المية فده 20 مليار وده 12 مليار لكن ده يزيد 70 في المية ده يزيد 200 في المية 70-200-70-200 بعد 5-6-10 سنين النهار ده بعد 13 سنة بقى تقريبا 50 في المية 50 في المية وحتقلب الدفة ويزيد العالم النامي فما بقاش حد يقدر يقول للتاني أنت المسئول ويعطل كل حاجة لكن أعدوا يعطلوا كل تقدم حادث فيه أنا كنت عضو الوفد المصري فاسمي في مفاوضات قمة المناخ لمدة 4-5 قمم في الفترة من 2000-2010 كنا نقعد نتناقش في صياغة عبارة من 5 كلمات نتناقش في حرف جرار 3 ساعات ونضيع والكل مش هموا الوقت مشوا كده 26 سنة يتخنقوا مع بعض ولذلك جاجوا ترش قال لهم عند نشرة فهي تنضيع وقت التأخير يعني الموت تعالوا بقى نبقى رجال حقيقيين ونحمل مسئوليتنا في العالم عشان كده لأول مرة أسمع عن تكريس مجموعة من المخصصات المالية للتكيف عمرها ما حصلت والتخفيف ورغم إنها متوضعة جدا جدا لكن ما حصلتش خالص وبالتالي فيه الإحساس بالمسئولية الكبيرة للجميع الآن على قدم المساواة قادر إنه هو يضخ أموال أكتر وأكتر ونصل إلى إحنا عندنا فجوة التمويل 100 مليار دولار سنويا للتكيف و800 مليار دولار سنويا للتخفيف بس الحسن الحظ 800 مليار اللي نرحل التخفيف كلها استثمارات كلها استثمارات في الطاقة النظيفة وخلافه وبالتالي العائد بتاعها جاي إصرف زي ما بتصرف بس هتاخد مردود عظيم حتى مردود اقتصادي ومليانة بقى وظائف ومليانة تقدم اقتصادي للدول فالأمل كبير قوي فالنهار دا لو اشتغلنا على إن إحنا نفك الارتباط بين النمو الاقتصادي ونمو الابتعاثات هنقدر نقف بالزيادات عند حد هنخفض على الأقل من قطاع الطاقة نص اللي بيطلع طب دا شيء رائع جدا طب يمكن أنا حتى قلت رحيطك في الفاصل على حلمي عندما كنت صغيرا من أفلام الخيال العلمي هل من الوارد إن أنا يبقى فيه عندي تكنولوجيا تبدأ تخلصني من التلوث الحالي والقائم يعني طبعا أنا خيالي الطفولي خيالي كأن فيه شفطات قاعدة عمالة بتسحب سليق مكسيد الكربون الزيادة اللي في الجو والكربون المعلق وما إلى ذلك وتحوله إلى شيء ما يتم بقى دفنه وتحليله يعني إعادة استخدامه بشكل صديق للبيئة إلى آخره دا خيال سليم جدا وتحقق بالفعل أنا قلت لحضرتك في مسلس التثبيت التكنولوجيا رقم سبعة اسمها اقتناص الكربون وتخزينه يعني بيطلع من المداخن أنا عندي تكنولوجيا تاخده من العادم تقتنصه ولما تقتنصه تدفعوا بايبلاينز لتجويفات والخزنات الأرضية وأبار البترول الناظبة وحقول الغاز الناظبة وإمكانية الأرض عمله ريسيرش عظيم لا أو إمكانية الأرض تستطيع أن تسع بلا نهاية كميات من ثانية وكسير كارون بس اللي يعرف يقتنصها وينزلها في التجويف الأرضية والكربون مد أساسية في تكوين الكوكب أصلا بس دي بقى لأوا إنها لسه لسه تكنولوجيا فيها حوالي سبعين مشروع فيها من العالم بايلوت لكن لا تزال تكلفة اقتناص الطن ثاني أكسيد الكربون وتخزينه حوالي سبعين دولار فلو هتيجي تولد كهربا سعر الكيلوات ساعة تلاتة سنت دولار ولكن تكلفة الطن ثاني أكسيد كربون سابعين دولار مسألة لا يمكن فالنهاردة بيحاولوا أنه هما البريك إيفن بتاعها عند خمسة وعشرين دولار لو وصلوا لكده هتقدر تدخل التكلفة الكلية هتزود مثلا سعر كيلوات ساعة اثنين سنت أو واحد سنت والمستخدم يستطيع أنه يتعامل معها فالفكرة سليمة واقتناص الكربون وتخزينه واحدة من التكنولوجيات المرشحة لذلك دكتور مهر أنا فعلا بالمعنى الحرفي والكامل متشرف جدا بوجود حضرتك ويا بختي بجد أن أنا قابلت حضرتك النهاردة فليه حظ كبير وأتمنى أن أنا أتقي بحضرتك أكتر من مرة